السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الغاليين يارب تكونوا بخير النهاردة هنعمل صنف حلو جدا جدا هنعمله مع بعض ونعمله بكل سهولة وعايز اقول لكم ان احنا بقى لازم نغير مش لازم على طول ناكل صلاطة خضرة والصلاطات اللي احنا عارفينها لازم نغير شوية في الصلاطات اللي احنا بناكلها ونجرب انواع كتير من الصلاطات النهاردة معانا صلاطة الحمص او المسبحة هنعملها بطريقة سهلة جدا جدا وبمقادير سهلة وبسيطة وتقريبا متوفرة عندنا في كل بيوتنا اول حاجة هنا معايا ربع كيلو من الحمص اللي هو حمص الشام العادي بجيبه طبعا قبلها بليلة لازم نقعه في مياه عادية جدا وعلشان اخد اللون الفاتح لسلطة الحمص هضيف هنا حوالي نص معلقة صغيرة او رابع معلقة صغيرة كمان من الكربوناتو الكربوناتو هيديني لون حلو قوي للحمص بتاعنا ده ويخلي التسوية بتاعته كمان اسهل بعد ما عد عليه بقى ليلة كاملة بدأنا نشتفه خلاص غسلناه ونزلنا بقى في حلة كده على النار وضفنا بصلايا وضفنا فصين توم فصين التوم هنا انا مقطعهم نصين عايز اقول لكم ان انا هسيب الحمص ده لما يستوي خالص لدرجة ان هو يتهري ما نطلعوش وهو لسه ما استويش تمام ده الحمص بتاعنا اهو وطبعا البصل داب خالص والتوم داب انا مش هشيلهم انا هسيبهم علشان افرمهم معاهم هاية دي طعم حلو جدا بصوا الحمص دي الدرجة اللي انا عايزة اه تسوية الحمص تكون كده تمام معايا هنا بقى مكعبات من التلج حوالي نص كوباية ومعايا شوية ملح وشوية كمون ومعايا نص كوباية من عصير اللمون ومعايا كوباية من الطحينة اه بعد ما نزود كل المكونات دي بعد كده هنبدأ ندوق حسيتي ان هو عاوز لمون تقدر يتزودي حسيتي ان هو محتاج شوية كمون تقدر يتزودي حسب الطعم اللي انت بتحبيه او الطعم اللي انت عايزة توصليله تمام اه النهاردة هنعمل الوصفة دي في الخلاط تقدر يتعملها في الكبة مفيش اي مشكلة اه بس علشان في ناس كتير بيبقى مش عندها كبة فهنعملها عادي في الخلاط وهتطلع معانا حلوة جدا انا نزلت هنا بالحمص وزي ما قلت لكم انا سبت البصل والتوم مش لتهمش لان هم هيدو طعم حلو جدا في وصفات بيضيفوا فيها التوم ناي بس انا ما بحبش طعم التوم بيبقى ناي اه هيدغى قوي على طعم الحمص وهيديني طعم مش حلو قوي اه لما بسويه مع الحمص بيديني طعم حلو جدا وبيديني نكهة التوم اه من بعيد تحسوا كده بدفى التوم يعني مش طعم اه لازع قوي هبدأ بقى هنا اه اخلط المكونات طبعا خلط المكونات هياخد وقت معايا في الخلاط لان طبعا ده حمص والحمص تقيل فهنبدأ كده شوية شوية اللي هيحرك معايا الموضوع ده كله شوية اللمون مع شوية الطحينة مع التلج اللي احنا هضفنه حسيتي ان المكونات تقيل قوي تقدر تضيف شوية ميا علشان الخلاط يلف معاكي بس طبعا يعني ما تكتريش الميا علشان ما تبقاش سيلة قوي تمام واحدة واحدة كده هتلاقيها لفة معاكي وهتلاقي كل المكونات اختلطت اه شغالي الخلاط شوية وافصلي شوية راحي شوية علشان ما يبص معاكي ولا يتحرق نشتغل كده واحدة واحدة وهتوصلي للقوام الناعن جدا جدا وهتكلي احلى صلطة حمص زي ما انتو شايفين انا زي ما قلتلكو بشغالها شوية وافصلها شوية حسيتي زي ما قلتلكو عايزين كمون زودي كمون عايزة لمون زودي عايزة ملح زودي اي مكون حسيتي ان هو مش كفاية تقدري تزودي هنا بقى اتضربت معانا حلوة اهي انا برضو حسيت ان انا محتاج شوية كمون فهضيف شوية كمون على الخلطة بتاعتنا الحلوة دي طبعا السلطة دي تقدري تكليها جنب مشويات تقدري تكليها جنب رز اصفر سمك مشوي فراخ مشوية لحمة مشوية تقدري تفطري بيها كده لوحدها هي وصفة حلوة جدا جدا ومش محتاجة حاجة جنبها انا هنا زي انت الطبق بشوية خيار وهتاكلي برضو الخيار مع الصلطة دي هيبقى حلو جدا جدا ودي الصلطة بتاعتنا بص الله مبارك نعمة جدا جدا انا بس اللي هضفه لها هيكون شوية زيت زاتون لو مش مدوفر عندك زيت زاتون بلاش تضيفي زيت عادي الزيت العادي هيديها الطعم مش حلو فلو عندك زيت زاتون تقدري تضيفي حوالي معلقتين زيت زاتون او زي ما بتحب طعمه بس بلاش الزيت العادي لان هو هيديني طعم مش حلو الوصفة دي بتبقى حلو وبزيت الزاتون ويلا بقى جربوها ويا رب كده تكون الوصفة النهاردة عجبتكو ولازم تغيروا من اكلكو ونضيف اكلات حلوة كده على صفرتنا ونغير في السلطات بتاعتنا علشان ما نزهقش من الاكل وجربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم ولو وصلتوا معي لحد هنا بقى في الفيديو وما تنسوش لايك وشير والسبسكرايب للقناة بتاعتنا ويا رب كل وصفاتنا تكون عجبتكم ومستنى بقى تعليقاتكم وتكتبولي اللي عجبكم واللي جربتوه واللي عايزيني اعمله واشوفكم بقى في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة